وحضرتك بنسمع كلمة مريد احنا اتكلمنا عن الشيخ في الحلقات قبل كده يعني ايه مريد؟ يعني ان الواحد يكون مريد عن الشيخ هو في اللغة العربية هناك مراد وهناك مريد فالمراد يعني انا اريدك فانت مراد والمريد انت تريدني فانت مريد فالمريد اسم فاعل والمراد اسم مفعول فمعناها ان انسانا يريد الله سبحانه وتعالى ولذلك فهو مريد وفي بعض الاحيان الله سبحانه وتعالى يجذب بلطفه الانسان ولذلك يقال هذا ليس مريدا هذا مرادا ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما اخرجه الامام مسلم ومنكم من يقاد الى الجنة بالسلاسل يعني هو مش حاطط في زهنه انه يدخل الجنة ولكن الله سبحانه وتعالى يوفقه الى كل خير ثم انه يمنعه من كل شر اشتركوا في القناة